والمواقع طبعا خارت من نفس البرنامج واتكلمت عن فكرة ان النادي الاهلي ما سجلش غير هدف واحد فقط لغير واستبعيله تماما فكرة اننا في المباريات دي ده طبعا احد المواقع وبيتكلم عن ان النادي الاهلي ايضا اربع تعادلات وهزيمة وخمس مباريات في ملعب الهلال السوداني وما حدش تطرق حتى لفكرة لما انا كنت بلعب المباراة سواء زهاب او عودة وبلعب مباراتي في القاهرة اللي كان بيتحقق النادي الاهلي في كل مرة واجه فيها فريق الهلال السوداني كان بيتخطى فريق الهلال السوداني سواء نهائي زي 87 سواء حتى في دور مجموعات في 2007 سواء يعني ادوار اقصائية النادي الاهلي كان بيحقق ده والبطولة التسعة كانت بدايتها الحقيقية من ام دورمان في المباراة الشهيرة اللي تعادلنا فيها واحد واحد بعد ما كنا متقدمين بهدف افشة واحد صف وكان افشة هيكرر نفس القصة ولكن القائم تصدق لكرة افشة الحقيقة انا مش بس عاوز اركز على فكرة النتاج السلبية والنتاج الاجابية ومحاول التكريس حقدة بمفهوم خاطئ لا ده انا كمان عايز اكلم بعض نجوم النادي الاهلي القدامة اللي هم ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي ودفوا عن شعار النادي الاهلي في الوقت اللي كان فيه مفهوم كرة القدم في افريقيا هو ان النتيجة الايجابية بالنسبة لك انك تتعادل خارج الملعب ده المفهوم اللي كان موجود قبل مستر مانو الجوزين قبل الفوزة على بيترو اتليتكو تلاتة واحد في بطولة 2001 ما قبل ذلك كان مفهوم كرة القدم في الاندية المصرية اطلع اعمل افضل نتيجة لك برة اقل خسارة حاول ما تستقبلش اداف وتعالى عوض على ملعبها ده كان مفهوم الكرة فتخال الناس اللي كانت بتلعب بالمفهوم ده وانا اقصد كابتن هشام حنفي وكابتن محمد عمارة خرجوا بعد برونزيت كاسل من العالم الاندية والاجواء اللي كانت مصاحبة للفرقة قبل السفر للسودان واللعب فيه اجواء حرة الساعة ثلاثة وبيتكلموا عن ان بيتس مسماني ما قدرش ان هو يدير المباراة وفشل في ادارة المباراة وان النادي الاهلي ضعيف تخال كابتن محمد عمارة قال ان النادي الاهلي كان ضعيف ده التصريح او ده الوصف اللي ممكن يتقال على النادي الاهلي في المباراة دي من كابتن محمد عمارة وكابتن هشام حنفي تخطى شوية كابتن محمد عمارة عاوز يثبت ان بيتس مسماني ما قدرش يدير المباراة والنادي الاهلي كان المفترض يفوز وان الفريق الهلال كان متاح للنادي الاهلي ممكن يكون ده وجهة نظر يتبنها البعض ما عنديش مشكلة فيها لكن المشكلة جت هنا بقى المشكلة جت لما بدأ يقارن ما بين ما حققه نادي الزمالك مع بترو أتلتكو في استاد القاهرة أو في ملعب القاهرة والتعادل اتنين اتنين قال شوف الزمالك عملي شوف الفرق بين الاهل أمام الهلال والزمالك أمام بترو الزمالك حاول وكان معندوش حظه وصطفه سوق حظه أكتر من كرة وده يحسب للجهاز الفني للزمالك ويحسب لباترس كارتيرون في مباراة داخلية قبل من اطلع البرنامج طبعا كنا نتمنى نشوف مباراة في دور المجموعات ما بين الزمالك وسجرادة فيها كرة قدم حقيقية لكن اللي شاف المباراة كان الأمور مستوى الفني متوسط وتعادل باترس كارتيرون مع سجرادة ولو في مقارنة بين سجرادة والهلال فسجرادة فريق غير مصنف ولكن الكابتن هشام حنفي كان حد جدا في الهجوم على بيت سمسيماني وكذلك الكابتن محمد أمارة كان حد جدا في وصفه للنادي الأهلي بالضعيف إن شاء الله بإذن الله نلتقي مع نهاء دوري أبطال أفريقيا وبإذن الله البطولة لحريعة عشر والثالثة على التوالي لكن أتمنى من أبناء النادي الأهلي القدامى نقطة إنصاف ترجمة نانسي قنقر